بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب اعملت قناة اسمها المرجع الهندسي القناة دي بعون الله عملتها علشان تكون مرجع لكل مهندس مدني او معماري او مساحة او حتى تخطيط ان شاء الله باذن الله كل المهندسين يستفادوا من القناة نجمعتها بلينكات مباشرة من قنوات المهندسين المحترمين اللي قدامنا دولت يعني كلنا بنتعلم منهم وهم يعني اغنياء عن التعريف وانا ما عملتش حاجة غير ان انا جمعت جهودهم في قناة واحدة بلينكات مباشرة يعني حضاك بمجرد انك تدخل على القناة دي فكا انك دخلت على القناة بتاعتهم هم مش القناة دي طبعا انا هدراكم لمشاركة القناة والاشتراك فيها وطبعا المهندسين يعني اغنياء عن التعريف زيما ذكرت لحضراتكم مهندس ياسر بيسي العالم بتاعنا كلنا مهندس عبدالغان الجنت اكاديمية الزهير المهندس عبدالسلام المهندس محمد الصادر المهندس عمر عبدالعزيز اه مهندس عمر سليم مهندس الشمطارق المهندس احمد الفار مهندس عبدالرحمن الشرنوبي مهندس محمد ريحان مهندس عمر مجدينوفل مهندس مصطفى البدري مهندس عبدالرحمن قطب مهندس اسلام جميل مهندس محمد البحراوي مهندس محمد عطا وطبعا في غيرهم مهندسين كتير انا طبعا بدعاكم ان انتم تذكروني بالمهندسين الكتير ان انا ان شاء الله هضفهم يعني مسلا زي الدكتور محمد الزغبي بازن الله بيتم اضافة الفيديوهات بتاعته. انا بادوا حضراتكم ان انتم تخدوا دخولوا على القناة لما ان شاء الله تدخلوا هتلاقوا ان القناة بالشكل دوت متقسمة لعشر اقسام. القسم الاول للتصميم الانشائي. وما تدخلوا عند الصفحة الرئيسية هتلاقوا التصميم الانشائي. هتلاقوا قسم التنفيذ. هتلاقوا قسم المكتب الفني. القسم الشوب درون. الاوتوكات. الساب والاتاب. البرموفيرا ودارة المشروعات والتخطيط. الطرق والشبكات. المساحة. الريفت. طيب القناة دي ازا ما حاكم شايفين كده فيها كل اللي انتم محتاجين. يعني بازن الله هتكون مرجع لكل كل مهندس. هتقدروا جميعا انتم تستفادوا منها بقدر المستطاع. بس لازم كلنا نعمل جميعا على يعني تحديد تشغيل القناة وعلى نشر القناة بحيس ان النافع يكون عام. انا بداعج كل المهندسين الشباب الصغيرين. لسه ما لهمش اي قنوات يقدروا ان هما يضيفوا الشغل بتاعهم عليها. ان هما يبتهدوا. وان هما يبدأوا يسجلوا الدورات بتاعتهم. ويقدروا بكل بساطة ان هما يرفعوا الفيديوهات بتاعتهم كاملة على القناة ديات. والقناة تكون متاحة لكل المهندسين. غير هدفة للربح تماما القناة دي للجميع. عشان الناس كلها تقدر تستفاد منها وتنتفع منها. انا طبعا يعني برضو ببعض الشباب الصغار اللي هما ليسه في الكليات. ان كل الابحاث بتاعتهم اللي هما بيعملوها بيقدموها للدكاترة في المواد بتاعتهم في كل التخصصات عمارة ومدني ومساحة. وتخطيط ان هما يسجلوا الابحاث بتاعتهم في شكل فيديوهات. مشاريع التخرج والمناقشات. الرسال بتاعت الدكتوراه والمناقشات بتاعتها. تقدروا تعملو لنا مادة علمية. نقدر كلنا نستفاد منها. ويكون القناة دي مرجع لجميع المهندسين. طبعا انا دعايت كل المهندسين دورت. وبلغتهم بالرسالة بتاعت القناة. ان هما ينشروها. فالحمد الله في يوم واحد اقل من 24 ساعة. كانت يعني فيها حوالي 700 مشترك. فبدعوكم للمشاركة والنشر القناة. بشكركم جميعا جميعا. جزاكم الله خيرا كثيرا. واسألكم الدعاء لي واليابي والامي. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.